شهد خور المكلة منافسات بطولة البلدة للسباحة في المياه المفتوحة التي نظمت في إطار الفعاليات والأنشطة الرياضية الخاصة بمهرجان البلدة السياحي للعام الحالي وتنافس في البطولة 38 سباحا من مختلف مناطق ساحل حضرموت بمشاركة نجوم السباحة من وادي المحافظة وقدم المتنافسون على المراكز الأولى أداء رائعا وظهورا لمهارات فنية بعد تميز البطولة بمستوى عالي من المنافسة وبنهاية السباق جرت مراسم التكريم للمراكز الخمسة الأولى حيث حصد المركز الأول السباح عمر باهرب الذي استحوذ على بطولات السباحة بمدينة المكلة وتم اختياره كأول سباح حضرمي للمشاركة مع المنتخب الوطني في البطولة العربية القادمة بالقاهرة